اسم الدرس أتصرف في الأعداد ذات خمسة أرقام بعض أرقامها سفر سادساً أربط بخط كل كتابتين تمثلان نفس العدد إثنان وستون ألف واثنان وأربعون ثمانية وعشرون ألف وثمانون ثمانون ألف وثمانمائة وعشرة ثمانية عشر ألف وثمانمائة وثمانية ثمانون زائد ثمانية ألاف زائد عشرون ألف واحد في ثمانية زائد مئة في ثمانية زائد ألف في ثمانية زائد عشرة ألاف في واحد إثنان زائد أربعون زائد ألفان زائد ستون ألف عشرة في واحد زائد مئة في ثمانية زائد عشرة ألاف في ثمانية الإجابة إثنان وستون ألف واثنان وأربعون إثنان زائد أربعون زائد ألفان زائد ستون ألف ثمانية وعشرون ألف وثمانون ثمانون زائد ثمانية ألاف زائد عشرون ألف ثمانون ألف وثمانمائة وعشرة عشرة في واحد زائد مئة في ثمانية زائد عشرة ألاف في ثمانية ثمانية عشر ألف وثمانمائة وثمانية واحد في ثمانية زائد مئة في ثمانية زائد ألف في ثمانية زائد عشرة ألاف في واحد أفكك كل عدد إلى مجموع عددين متساويين الإجابة في بداية الأمر عند النظر في الأعداد نلاحظ أنها أعداد زوجية ويمكننا تفكيك كل منها إلى مجموع عددين متساويين كالآتي إثنان وستون ألف وإثنان وأربعون يساوي واحد وثلاثين ألف وواحد وعشرين زائد واحد وثلاثين ألف وواحد وعشرين ثمانية وعشرون ألف وثمانون يساوي أربعة عشرة ألف وأربعين زائد أربعة عشرة ألف وأربعين 80810 يساوي 40405 زائد 40405 18808 يساوي 9404 زائد 9404 سابعاً، بمناسبة العودة المدرسية، قرر بائع ملابس التخفيض في أثمان بضاعته، فشرع في إعداد الجدول التالي الثمن الأصلي بالمليم التخفيض بالمليم الثمن الجديد بالمليم قميص 68000 عشرة آلاف ومئتان سروال 6075 34425 فستان 99800 85030 كلف ابنه بإتمام الجدول، ثم إعداد لافتات تعرف بالثمن الجديد ألف أتم تعمير الجدول الإجابة سنبحث في كل مرة عن العدد المجهول بالاعتماد على بقية المعطيات العددية لنفس النوع من اللباس القميص strem majority الثمن الجديد للقميص يساوي الثمن الأصلي بالملهم ناقص التخفيض بالملهم 48000 ناقص 10200 يساوي 5700 مليم السروال الثمن الأصلي للسروال يساوي التخفيض بالمليم زائد الثمن الجديد بالمليم 6075 زائد 34425 يساوي 40500 مليم الفستان نسبة التخفيض بالمليم يساوي الثمن الأصلي بالمليم ناقص الثمن الجديد بالمليم 99800 ناقص 85030 يساوي 14770 مليم الثمن الأصلي بالمليم التخفيض بالمليم الثمن الجديد بالمليم قميص 68000 10212 57800 سروال 40500 6075 34425 فستان 99800 14770 خمس وثمانون ألف وثلاثون باء أعد اللافتات اللازمة على النحو التالي القميص السروال الفستان الثمن الأصلي الثمن الجديد الثمن الجديد سبعة وخمسون ألف وثمانمائة سبعة وخمسون ألف وثمانمائة تسعة وتسعون ألف وثمانمائة الثمن الجديد سبعة وخمسون ألف وثمانمائة أربعة وثلاثون ألف واربعمائة وخمس وعشرون خمس وثمانون ألف وثلاثون ثامناً المربع السحري إذا كان مجموع الأعداد حسب اتجاه كل سهم هو نفسه فالمربع يسمى مربعاً سحرياً ألف أتحقق من ذلك في المربع التالي الإجابة للتحقق من كونه مربع سحري سنقوم بجمع الأعداد وفقاً لاتجاه السهم المشار إليه في كل مرة ونبدأها مع أعداد الأسهم المائلة ثم الأسهم العلوية ونختمها بمجاميع الأسهم الجانبية خمسة عشر زائد ثمانية عشر زائد واحد وعشرون يساوي أربعة وخمسين تسعة عشر زائد ثمانية عشر زائد سبعة عشر يساوي أربعة وخمسين خمسة عشر زائد عشرون زائد تسعة عشر يساوي أربعة وخمسين إثنان وعشرون زائد ثمانية عشر زائد أربعة عشر يساوي أربعة وخمسين سبعة عشر زائد ستة عشر زائد واحد وعشرون يساوي أربعة وخمسين سبعة عشر زائد اثنان وعشرون زائد خمسة عشر يساوي أربعة وخمسين ستة عشر زائد ثمانية عشر زائد عشرون يساوي أربعة وخمسين واحد وعشرون زائد أربعة عشر زائد تسعة عشر يساوي أربعة وخمسين جميعها له نفس المجموع 54 لذا فهو بالفعل مربع سحري باء أكمل الأعداد الناقصة في المربع التالي لأتحصل على المربع السحري المناسب خمسة عشرة ألف زائد ثمانية عشرة ألف زائد واحد وعشرون ألف يساوي أربعة وخمسين ألف الإجابة لإكمال الجدول التالي وجعله مربع سحري نقوم بجمع أعداد الخانات الثلاث التالية لمعرفة النتيجة التي يجب الحصول عليها في كل مرة وعدم الإخلال بشرط المربع السحري خمسة عشرة ألف زائد ثمانية عشرة ألف زائد واحد وعشرون ألف يساوي أربعة وخمسين ألف إذن المجموع في كل صف عمودياً وأفقياً هو أربعة وخمسون ألف وبقية الأعداد الناقصة سنتحصل عليها كالآتي الصف الأول أفقياً أربعة وخمسون ألف ناقص سبعة عشرة ألف زائد ثمانية عشرة ألف يساوي تسعة عشرة ألف أربعة وخمسون ألف ناقص خمسة عشرة ألف زائد سبعة عشرة ألف يساوي اثنين وعشرين ألف أربعة وخمسون ألف ناقص سبعة عشرة ألف زائد واحد وعشرون ألف يساوي ستة عشرة ألف أربعة وخمسون ألف ناقص خمسة عشرة ألف زائد تسعة عشرة ألف يساوي عشرين ألف أربعة وخمسون ألف ناقص ثمانية عشرة ألف زائد اثنين وعشرين ألف يساوي أربعة عشرة ألف أربعة وخمسون ألف ناقص أربعة عشرة ألف زائد واحد وعشرون ألف يساوي تسعة عشرة ألف سبعة عشرة ألف زائد ثمانية عشرة ألف زائد تسعة عشرة ألف يساوي أربعة وخمسين ألف جيم أحاول إنجاز مربع سحري آخر باعتماد معطيات المربعين السابقين الإجابة إليكم هذا المربع السحري البسيط آخر يساوي موجودة شكرا